وقه رئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات كما وقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل منصر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد عرض الدكتور عمر طلعت سير العملية الدراسية بجامعة مصر المعلوماتية إلى جانب الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى التكنولوجية فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمية وميكانة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية بما في ذلك التوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كافة ربوع الجمهورية